سؤال هل ممكن أن أسجد للكتاب المؤدس أو ماما العذرة مريم ولا أسجد إلى الله فقط ومش كتاب المؤدس رسالة من ربنا لنا ليه ما ينفعش أسجد له ممكن تجاوبني أبونا إبراهيم عبدو حاضر أولا من جهة السجود للكتاب المؤدس ما احنا بنقول قبل ما يتقري في الكنيسة قفوا بخوف من الله وانصطوا لسبع الإنجلي المؤدس الكتاب مؤدد kicked لأنه كلام الله فبنقف وانا بنقراه وخوف من الله يعني يخشوه شديد وبانصاط شديد ق بضي وصلية الكنيسة لنا قبل ما يتقري الانجيل ودا اللي بنعمله في بيوتنا لكن احنا بنسجد لله الكتاب المؤدس ده هو كلام الله احنا بنسجد لله نفسه صاحب هذا الكلام لكن بنبوس الكتاب المؤدس بنقبله لأنه كلام الله فبنقبله لكن هنسجد للكتاب مؤادس معناها نبنعبد الكتاب ككتاب عشان الناس ما ترجعش لها لكن احنا بنسجد لله بخشوع في الصلاة والعبادة والتسبيح والتمجيد لإسم القدود اما الكتاب اذا بنبوش ونقبلوه لانه كلام الله بناخد منه بركة دي نمرة واحد نمرة اتنين بيقول او ماما العادرة مريم ممكن نسجد للإيدسين كلهم مش ماما العادرة مريم بس طبعا لماما العادرة مريم بدي ام الله طبعا لملكة سامر والعرضيين بيلا منازة لكن احنا بندي متانيات للإيدسين ما فيش اي مشكلة اصلت السجود يا احباقي نوعين فيه سجود لله وحده ده اسمه سجود العبادة سجود العبادة لله وحده فانا بسجود لله وحده سجود العبادة بعبده من خلال السجود ومتانيات اما المتانيات اللي بقى سجودها للإيدسين ده سجود الاحترام في فرق من سجود العبادة وسجود الاحترام انا باحترم و بقدر و هذا القديس فبادرب له مثانيه عشان اخو برقته عشان انا بقوله و لاستهلش ان انا المسك او ان انا اسكرك يعني لكن او بادرب له مثانية احترام و非 سجود عباده احباق زي البائك الاسكفة بندرب له مثانية احترام وczesity lbaba مثانية احترام واحنا بنسلم عليه ده مش مثانية عباده ابدا يعني لكن مثانية احترام للدرجات الكارنترية العالية اللي هو فيها وهكذا يا حباء المسيح له المجد بنفسه بنفسه عشان ما حدش يقوله إزاي نسجد لا يسجد الاحترام المسيح له المجد بنفسه لما جيه يخسر رجلين تلاميذه غسل ما هو مواقف يقول له كان قاعد على الأرض قاعد على الأرض وقال له حيوعد على تربيزة زي ما نقاعد كده الوقت يجي على كرسي وتربيزة وهاته يبطر رجلين كينا وجابه طوشة المية هنا وهاته كلام مش معقول لا يعقل في اللي هو العربية حاس في المعلوم جائز فمن المعلوم ان هو قاعد على الأرض جابه الطوشة قدامه والمية والباشكير حطه على رجله وتربع وغسل رجله واحد واحد إذا كان مسيح له المجد الله المتجسد عمل كده مع خليطه عمل كده مع خليطه مع تلاميذه فكم وكم إحنا نعمل مع الإدسين إيه بقى؟ مع الإدسين للأرض والرب عمله صحيح بيعملوا موجزات لغاية دلوقتي وأكساتهم تعملوا موجزات لغاية دلوقتي ففيه سجود الاحترام وفيه سجود العبادة سجود الاحترام للإدسين وفوق راسنا كلنا طبعاً ست الكل والكة السامين الأرضين العدر مريم والتر إله والسجود العبادة لله واحده بس يا حباي لكن كتاب مؤدس احنا بناخد بركته بنستفيد منه لأنه كلام الله وبنبوسه بعد بناخد بركة الكلام الله اللي فيه ترجمة نانسي قنقر